تابعت النخب السورية باهتمام كلمة الرئيس الصيني في بكين للاحتفال بإنجازات الصين في القضاء على الفقر المدقع المختصون في الشأن الصيني وجدوا في هذه الكلمة اختصارا لمعجزة صينية جديدة أكدت نجاح الاشتراكية ذات الخصائص الصينية كلمة الرئيس الصيني شيجين بينغ في احتفالية الصين في القضاء على الفقر كانت هي تأكيد على أن المعجزة قد تمت وأن الحزب السيوع الصيني بعد مئة عام استطاعت تأكيد أن اشتراكيزات الخصائص الصينية هي تجربة سياسية اقتصادية اجتماعية استطاعت النجاح في القضاء على الفقر في هذا البلد أكبر نسبة سكان في العالم بعد عدة محطات من السياسة للإصلاح والإنفتاح إلى حزام الطريق إلى الدعوة إلى بناء مجتمع رغيد إنجاز كبير اعتبر نجاحا لآليات القيادة والإدارة والتخطيط للقيادة الصينية التي سبقت الأمم المتحدة في تخطيطها لتكون نموذجا للعالم في محاربة الفقر تحقيق هذه المعجزة لم يأتي مفراغ بل جاء نتيجة نظام الإدارة الذي قاده الحزب الشيوعي الصيني عبر حوكمي استطاعت تحقيق المركزية من جهة واللا مركزية من جهة أخرى والاتجاه نحو بناء مجتمع رغيد جديد في الصين وذلك قبل عشر سنوات من عام 2030 وهو دعوة الأمم المتحدة لأن يكون العالم خالي من الفقر فلذلك الصين حققت معجزة وعلى العالم أن يحزو حزبها من جديد إعلاميون متابعون لشأن الدولي اعتبروا هذا الإنجاز الصيني حدثا دوليا وعلى البشرية الاستفادة منه أعتقد أن ما أعلن عنه الرئيس الصيني حول موضوع القضاء على الفقر هو إنجاز كبير يحسب للصين ونجاح كبير هذا النجاح بالتأكيد ليس ويد اللحظة هو نتيجة تراكم للخبرة نتيجة جهد كبير نتيجة خطط ومتابعة تنفيذ هذا الخطط وهو أمر يحسب للحزب الشيوعي الصيني ولذكاتف الحكومة مع الشعب في تنفيذ هذه الخطط وبالتالي الوصول إلى هذه المرحلة الغير مسبوقة التي تسجل للصين والحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني الحلم الصيني يرى النور في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني إنجاز لإرادة الوحدة نحو الهدف أكد تلاحم الشعب والقيادة في تحقيق العيش الرغيد للشعب الصيني تلقى المختصون في سوريا إعلان الرئيس الصيني في خطابه عن نجاح الصين في محاربة الفقر تأكيدا جديدا آخر على نجاح سياسات الحزب الشيوعي الصيني ونجاح الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لقناة CGTN العربية يا عرب خير بك دماشق